أشاد الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيريس سوقي بوخزاني أمس الأحد بالمجهودات المبدولة من قبل عمال المؤسسة في سبيل تقديم أحسن الخدمات للمواطنين حيث نشر بوخزاني مقطع فيديو وأرفقه بمنشور له على الفيسبوك علق فيه على تفاني هؤلاء في العمل في ظروف مناخية قاسية وتضاريس صعبة حيث يظهر أحد عمال الشركة يعمل وسط التلوج بولاية مدية لضمان عدم انقطاع الشبكة بالمناطق النائية للولاية وذلك بسبب التقلبات الجوية الشديدة التي تعرفها البلاد هذا وضف الرئيس المدير العام لشركة موبيريس أن وفاء هؤلاء العمال يجعل مجمعه يتفائل بمستقبل الشركة واستمرارها في تقديم الأفضل للزبون الجزائري